السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع اعضاء شاك براكب في كل مكان اهلا بكم وحشتونا جدا فترة عيد كل سنة وانتم طيبين وكمان جايين نقول لكم الف مبروك لكل حبايبنا في السنوية العامة اللي نجحوا وجابوا مجمع سواء كبيرة او قليلة ليه بقى لان السنة دي السنوية العامة مختلفة تماما عن كل سنة لان السنة دي سنة الكورونا سنة الكورونا اللي ما كانش فيها دروس ما كانش فيها مدارس ما كانش فيها نزول كلها توطر كلها عصابنا مشدودة حر كل الحاجاتنا عن بعد رمضان يعني صراحة اللي نجح السنة دي نرفع له قبعة يعني مش مهم جاب كم وجاب مين وامتى وفين اول مهم ان هو نجح واكتهد وتاعب ما شاء الله عليهم ربنا يبرك لهم كلهم لازم نعرف ان المجموع مش اخر تكون ومجموع كبير او المجموع الصغير مش هو ده سر سعادتنا وهو ده مستقبلنا اللي جاي اللي اتحدد عليه ازاي الكلام ده نحكي مع بعض سمعت قصة جاتلي على الفيسبوك بتاعي ان واحد جايب 99% اهله وعمليه مشكلة كبيرة طب مشكلة ليه ده 99% ده المفروض يعني يعملوله فرح لا معملولهش فرح ابن العمدة ولا اي حاجة اه زعلنيه منه علشان هما اخويته في كلية الطب هو تعقد كالكع فقا من الموضوع ده فمش عايز يدخل طب بابا ومامته اه رفضين ان هو يدخل حاجة فير الطب فمنكدين على البيت كله اه هو عايز يدخل ايه عايز يدخل علوم جيلوجيا علشان يشتغل في البترول هو دماغه كده حابب كده سكته كده يعني هي مش عافية على فكرة عشان تدخلو طب بالعافية مكفية اخويته في طب اعتبروه جابة جموعه له لا اله الا الله ام ايه بقى ام بابا قال له لو انت ما دخلتش طب خلاص انا مش هكمل لك تعليمك ومامته زعلانة والبيت كله منكد انا قررت القصة دي استعرفت جدا واحد عجبه كرير معين حبه يعني هو مش عافية دي قصة بالكصص بتبين ان مجموع كبير او صغير برضو انه كانت موجود لازم دعرف ان الفكرة عمرها ما كانتش انت خديك قليت ايه الفكرة انت حابب ايه المجال اللي هتكمل فيه بقيت عمرك بحب وباخلاص وان انت تقدر تدي في شغلانة دي على قد ما تقدر هو المجال اللي انت بتحبه مش المجال المفروضة عليك علشان المجموع عمر متقاس مهارة البني ادم بمجموعه احنا ممكن نلاقي واحد نجار شاطر لازم كل واحد يبقى شاطر في حتته شاطر في مهنته شاطر في حرفته اللي هو بيحبها شاطر في الكلية اللي اختارها ودخلها مش علشان المجموع يا جماعة كل واحد ليه ميول كل واحد فينا ليه ميول لأهداف بيحب حاجات معينة غير التاني ابني بيحب التاريخ والجغرافيا والعلوم انا ما بحبش ده بحب حاجات تانية كل واحد فينا بيحب حاجة غير التانية دي حاجة الحاجة التانية مش لازم نحبط البني ادم لانه جاب المجموع اللي مش على هوانه على رغم ان احنا ممكن نكون مجبناش المجموع ده زمان يعني انما لا هو جاب مجموع حاجة تسعين لا لا وحش انت مش عجبنا انت ليه زي عملت كده يعني على رغم المجهود اللي بزله لازم نفرح كل حد بنجاحه ونخلي كل واحد يختار هدفه ويختار الحاجة اللي هينجح فيها مش الحاجة اللي انت بتحبها لا الحاجة اللي هو بيحبها وهينجح فيها لقيت ان جامعات المصرية عملت اقسام جديدة في الكليات بتاعتها زي لقيت قسم النانو تكنولوجي ده قسم الجديد السنادي ده غير ان فيه جامعات جديدة فتحت كمان السنادي كلية الدراسات العليا بجامعة الكاهرة فتحت النانو تكنولوجي حاسبات والمعلومات فتحت في مطروح وكمان في دوميات فيه كلية العلاجة الطبيعي فتحت في السويس كلية زي تكنولوجيا الصناعة والطاقة في الكاهرة الجديدة فيه وكمان في الدلتا فيه تكنولوجيا الصناعة والطاقة المتجددة بجامعة بني سويف التكنولوجية كلية الحاسبات والمعلومات النبارية بجامعة دمانهور كلية الطب البطري بجامعة العريش دي كلها كليات جديدة فتحت في مصر غير ان فيه جامعات كمان جديدة فتحت في مصر غير ان فيه جامعات الخاصة اللي ما حرمتش حد من حاجة الصراحة تنسيك الجامعات الخاصة نازل جميل جدا ما حرمش اي حد من اي حاجة عايز اقولكو ان الاعلام ستين في المية يعني وبدأ باسعار متفوتة يعني الجامد جدا ونص نص وكله موجود يعني مش هي الشهادة خالص فيه حد ممكن يبقى خريج جامعة معينة عشان يطلع اسمه كذا وفيه حد تاني ما يدخلش الجامعة ويدخل مجال تاني خالص بس يبقى عنده موهبة متفوق فيه اكتر من اللي دخله هنحكي دلوقتي في الجامعة تنسيك الجامعات الخاصة لانه ظهر تعالوا نشوف مع بعض ايه الجامعات الخاصة اللي ظهر تنسيكها وبكام تقريبا اه يلا نشوف مع بعض في عندنا الجامعة الالمانية الدولية بتتروح من فئة ايه وفئة بيه الفئة ايه من مية ستة وتلاتين الف جنيه الفئة بيه مية سبعة وخمسين الف جنيه الكليات زي الهندسة والتكنولوجيا صيدالة كلية هندسة كلية تصميم كلية المعلومات وعلوم الحاسب كلية ادارة الاعمال وطبعا الجامعات دي مصاريفها سانويا المصاريف اللي احنا قلناها مية ستة وتلاتين مية سبعة وخمسين الف بيه سانويا في الجامعة الكندية فرانس اه فيها كلية هندسة التصميم المستدام اه دي مية ستة اشر الف خمسمية تمانية وستين ده تقريبا القصد اه يعني مية سبعة وتسعين الف جنيه كلية العلوم الرياضية والحاسوبية مية سبعة وستين الف سبعمية. كلية الاداء منية سبعة وستين الف سبعمية كلية ادارة الاعمال بنفس المبلغ. دي الجامعة الكندية في مصر اللي مكانها العاصمة الادارية الجديدة. آآ في في العاصمة الادارية الجديدة كمان جامعة اسمها لو ابنت اصح، اللي هي فيها كليات زي كلية الاعلام الرقامي والتصميمجرافيكي والهندسة المعمارية الداخلية والتصميم قدرة الأعمال العلوم المالية والمحاسبة وعلم النفس والهندسة المدنية والنيكانيكية والكهربائية والالكترونية والحوسبية وعلوم الحاسب والاختراك الأخلاقي والأمن الليبرالي دول بيتراوح أسعارهم من 258 260 جنيه ل 277 460 جنيه فيه كمان في العاصمة الإدارية الجديدة جامعة اسمها تقريبا يعني فيها كليات زي كليات إدارة الأعمال والصيدلة والإعلام والهندسة وعلوم الحاسب والفنون الإبداعية والعلاج الطبيعي اللي بتتراوح سعرها ما بين 180 ألف ل 195 أو 190 ألف جنيه الجامعة الصينية بعد نصين عمل السينة الكورونا واللي خده كله الجامعة الصينية فيها ثلاث كليات بس وهي مكانها في جسر السويس مصري الجديدة كاهرة فيها الهندسة بـ 56 ألف جنيه علاج الطبيعي بـ 68 ألف الاقتصاد والتجارة الدولية بـ 42 ألف جنيه طبعا كل الورق ده والأسعار دي هسيبها لكم في النينكات تحت وكمان معينا جامعة النهضة جامعة النهضة أسعارها متفوتة ومختلفة طب البشري 185 ألف الصيدلة 99 ألف طب الفم والأسنان 127 ألف الهندسة 58 ألف علوم الحسب 37 ألف وتسعمية طبعا ما بقولش الكسور وهدزلكوا برضو الكل الأسعار بتاعتها في التعليقات تحت وجامعة سينة اللي هي فرع العريش في سينة فيها كلية الصيدلة بـ 108 ألف 45 جنيه والـ 45 جنيه قبل الـ 108 ألف لو سمحتوا فيها كلية طب الأسنان 141 ألف 175 جنيه كلية الهندسة بـ 62 ألف 206 جنيه والـ 6 قبل الـ 62 ألف معنش احنا بنتكلمين وفيها طبعا كلية تكنولوجيا المعلومات كمان بـ 40 ألف 37 جنيه طب كمانه واربعين فيها جامعة سينة اللي موجودة في الأنطرة شر وفيها برضو العديد من الكليات بتتروح من طب الأسنان الـ 145 ألف 245 كلية إعلام 50 ألف 441 فيها كليات تانية فيها جامعة مصر الحديثة طب البشري فيها بـ 102 ألف وخمسمية و6 ألف جنيه ومصاريب إدارية سنوية فيه كمان فيه جامعة مصرية الروسية اللي فيها طب الفم والأسنان بـ 57 ألف جنيه والصيدالة بـ 41 ألف والهندسة بـ 30 ألف وفيه أماكن سداد المصروفات والملاحظات كل ده هنزلها لكم في اللينكات تحت وكمان هنزل لكم جامعة بدر وجامعة 6 أكتوبر لسنة 2020-2021 وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر الجامعة البريطانية اللي بتتروح أسعارها من كلية الإعلام 114 ألف جنيه وكلية القانون 97 ألف متين طبعاً كلية الإعلام 114 ألف متين يعني احنا اتفقين من المتين قبل الـ 114 ألف فيه جامعة الألمانية بالكاهرة برضو هنزل لكم الفئة الأي 136 ألف سبعمية الفئة البي بـ 161 ألف ربعمية الفئة السي بـ 148 ألف سبعمية ده بالنسبة لكلية الهندسة وهنزل لكم باقي كليات فيه معانا كمان جامعة ناصر الدولية التنسيق بقى التنسيق بقى ياخدوا من كي تنسيق الجامعات الخاصة السنة دي الطب البشري 95% طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي 90% طب والله تنسيق حالي يعني ما يكون الطب البشري 95% والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي 90% كلية الهندسة والطب البطري 80% حاجة لطيفة جداً 70% كليات الفنول التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب 70% المفاجأة الكبيرة بقى الإعلام 60% وتي جتقول لي أنا خارجة إعلام وانت لأ هذا جايب أكتر منك بكتير ما علينا يعني كليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارية 60% تنصيق الجماعات الخاصة 55% كلية الزراعة وباقي الكلية واتفقنا 100 بره إن مش الكلية اللي انت هتدخلها والمجموع اللي انت هتجيب ونهاية الكون انت ممكن في بره مصر في الدول المتقدمة وفي أمريكا وفي إما بيكون عندك حب في مادة معينة بتاخد فيها قرصات وبتتقنها وبتبقى أحسن من خارج المواد دي وبتشتغل بيها مش المهم دخلت إيه المهم ما أتقنت إيه بقيت شاطر في إيه عملت إيه مش المهم جبت كم في المية المهم بتعرف تجيب فلوس ولا لأ ما بتعرف تفتح بيت ولا لأ بتحب الشغلان أنت بتشتغلها واتضيعها فيها عمرك ولا لأ هو ده السؤال وألف مبروك لكل نجاحين استنويا لعنا دفعة الكورونا وربنا يفرحكم بنجاحكم دايما وإحنا كمان هنحاول نفرحكم بنجاحكم ويا رب كل واحد يدخل إلى نفسه فيه ما تضيقوش حد ما تفرضوش رأيكو على حد وكل سنة وإنتم طيبين ألف مبروك هتلاقي كل التفاصيل موجودة تحت في التعليقات لا تنسوا الاشتراك في قناة تشيك براجب وتفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته